كانت تستحم وفات فتاة 13 عاما بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون من جهاز الغاز يعني الخبر جلول يعني الفتاة دخلت للاستحمام وخدت وقت حوالي 20 دقيقة وهنا شعر أفراد الأسرة بالقلق عليها وحاولوا يتفقدوها لكن وجدوها مغمى عليها وحاولوا يطلعوها من الحمام لكن فرق الانقوز يعني ما عرفتش للأسف تنقوزها وصلت في الوقت متأخر جدا أنا علشان كده مش بحب الغاز يعني في حاجات بسبب الغاز والاستحمام والبقاء فترة طويلة في الحمامات يمكن في ناس كتير بتحب أو بتفضل الكهرباء نعم يعني بصراحة الخبر مؤسف جدا أنا بدي حاول بس هيك دور على شغلة صغيرة حتى بس نحن شوفي شو بيقلك هنا أنا حتى فتحنا موارف على موقع يحدث ستسمم بأول أكسيد الكربون عندما يتراكم أول أكسيد الكربون في الدم وعنده وجود كميات كبيرة أول أكسيد الكربون في الهواء يستبدل الجسم الأكسوجين الموجود في خلايا الدم الحمراء ويحل محله أول أكسيد الكربون ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف خطير بالأنسجة أو حتى الوفاة أول أكسيد الكربون هو غاز ليس له رائحة أو طعم أو لون وينتج أول أكسيد الكربون من حرق الوقود بما فيها الغاز أو بما في ذلك الغاز أو الخشب أو البروبان أو الفحم ويمكن أن يؤدي الأجهزة والمحركات غير المهوات بشكل جيد إلى تراكم الغاز باستويات خطيرة وتجعل أماكن مورغة بأحكام التراكم أسوأ يجب على أي شخص يتعرض أول أكسيد الكربون استنشاق الهواء النقي وطلب الرعاية الطبية يعني الفكرة وين الفكرة وين الفكرة أنه الفكرة أنه الشخص اللي بتعرض لغاز أكسيد الكربون أو لأول غاز أكسيد الكربون واللي هو ناتج عن احتراق الغاز نتيجة تلف في جهاز الغاز التدفع الموجود بيشعر بالنعاس بيشعر كأنه مبسوط يعني مثل السكران أو مثل اللي هيك يعني مثل ما برش نسميها صراحة مبسوط فعليا وبترتخق أعصابه وبينام هذا النوم يؤدي شو مع استمرار دخول الكربون إلى فعليا إلى الوفاة نعم فشيء خطير جدا يعني أنا اللي بنقوله من هذا الخبر بصراحة كل مين عنده كل مين عنده كل مين عنده جهاز غاز جهاز التسخين الماء عن طريق الغاز وهذا الجهاز موجود داخل الحمام تأكد أن يكون هناك نظام تهوية يعمل بالتوازي مع هذا الجهاز يعني أنا بدي أحكيها بطريقة أخرى اللي ما عنده نظام تهوية داخل الحمام بيتحمهم الباب مفتوح بصراحة يعني هذا شيء يعني ما في لعب فيه وهي الأجهزة لازم يكون فيه إلى صيانة سنوية متابعة مراقبة إلى بيكل خاص إلى تسجيل خاص أصلا بتيجي الشركات كل سنة تعملها فلازم يتم التأكد منها صراحة طبعا الخبر بيقولك أنه كان فيه مراوح إضافية بالمنزل على ما يبدو بالضبط تكييف مراوح يعني شيء تهوية ما عملت على ما يبدو خلينا نقول إعادة للهواء بجوز نعم نعم بالضبط يعني فيه شيء خلل صار بهذا الموضوع فبالتالي أنا الشيء الفعلا مثل ما تفضلت اللي هو مخيف ومرعب للغاية هو موضوع أنه وجود جهاز الغاز بداخل الحمامات واللي فعليا التعامل معه قاتل قاتل جدا جهاز الغاز لازم يكون بالحمام لازم يكون بالمطبخ يكون بأي مكان مفتوح مهما حصل حتى لو صار فيه انسداد بالتهوية أو بالإكزوست أو بالهواء الخارج منه فعليا يكون فيه تهوية للمكان لأنه فعلا شيء خطير للغاية نعم ودي دعوة كمان يعني المشاهدين واللي بتفرقوا علينا دلوقتي أن هم يعني يعني يحرصوا أن يكون كمان يتفقدوا الأجهزة أجهزة الغاز عندهم وزي ما حضرك قلت يعني يشتركوا فيه شركات اللي بديقي هو هذا هذا الزامي هذا شيء الزامي هذا الاشتراك وهذا الفحص الخاص للأجهزة الزامي يعني كل منزل عنده جهاز غاز فيه شركة مختصة لازم تيجي تشوفه هذا يعني حتى أجوره مدفوعة من خلال من خلال المسؤول عن البناء صاحب البناء شركة البناء اللي بدنا إياه أن هذا لازم كل سنة يفخص ما في مجال فيه لا يتركيك ولا بأي حامل الأحوال يعني شيء مؤسف صراحة هذا الخبر شكرا